موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم جمهير الأهل العظيمة جمهير أعظم نادي في الكون أهلاً مرحباً بكم في الستوديو التحليل على قناتكم قناة النادي الأهلي واللي هيكون النهاردة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في لقاء قمة مصرية مؤجلة من الأسبوع العشرين في فعاليات الدوري لمصري العام الممتاز بكرة القضاء طبعاً مباراة القمة تغنينا عن أن نحنا نتكلم في أي حاجة تانية كان نفس أتكلم في حاجات تانية ولكن النهاردة خلي كلامنا بس على مباراة القمة مباراة القمة لها أجواء خاصة الحاجات التانية ديت يعني تعليق سريع عليها إذا لم تستحف أفعل ما شئت دلوقتي إحنا بنتكلم على لقاء قمة أو دوري من نوع خاص طول عمره دوري من نوع خاص مهما كانت حالة الفرقتين مهما كانت ترتيب الفرقتين مهما كانت المنافسة ولكن هو بيجي مبكراً شوية من دول بقى له فترة بيجي في بداية الدوري والدوري الثاني طبعاً بيجي في البداية أحياناً أحياناً أو في معظم الأحيان بتبقى المشات دي مش مؤسرة على مين اللي يكمل ومين ياخد الدوري ولكن تبقى دائماً مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة دوري من نوع خاص أجواء خاصة للناس كلها مسؤولين لعيبة جهاز فني جماهير كل واحد بيبقى ليه طوص خاصة في مباراة القمة هي مش مجرد مباراة بتلات نقاط بس لا زي ما قلت لحضراتكم دي بطولة خاصة من زمان من زمان جداً 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 بطولة خاصة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك مش من النهاردة وهي كمان حالياً مهمة جداً جداً في مسيرة الفريقين في بطولة الدوري حتى لما كان زمان بيبقى الدوري محسوم وكان ساعات بيجي أو أحياناً بيجي ماتش للأهلي والزمالك وغالباً كان بيجي ماتش للأهلي والزمالك في نهاية الدوري وأحياناً بيبقى محسوم كان اللي بيأخد الدوري الفرقة التانية عايز تضيع عليه حلوة الدوري يعني حتى الماتش لما يكون محسوم البطولة لا ليه أهمية خاصة دوري من نوع خاص مباراة الأهلي والزمالك مباريات قمة من نوع خاص وعلى فكرة مش لازم الافضل يكسب يعني مش لازم الافضل هو اللي بيكسب يمكن اليومين دول النادي الاهلي متفوق شوية فنيا الفرقتين اه مش في حالتهم زي ما احنا عايزين يعني مثلا بنقول عن النادي الاهلي فافضل حالته الفنية لا يعني النادي الاهلي مش في افضل حالته الفنية ولكن هو متفوق بالنحية الفنية على النادي زمالك اليومين دول ولكن ده مش مقياس ده مش مقياس المقياس الملعب والتوفيق عنصرهم هم من جدا 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 وطبعا الإصرار والعزيمة لازم يكونوا متواجدين في الفرقة اللي هي بتلعب على المكسب والفرقة اللي عايزة تكسب ولكن التوفيق نمر واحد نادي الزمالك النهاردة متفوق على النادي الأهلي بفرق أربع نقاط نادي الزمالك يمتلك أربعة واربعين نقطة نادي الأهلي عنده أربعين نقطة ولكن النادي الأهلي لسهلوا ثلاث برات مؤجلة عنده سموحة الجونة المقاولين بخلاف ماتش النهاردة قدام الزمالك النهاردة الناس تقول لك إيه هل الأهلي هو اللي محتاج للفوز ولا الزمالك اللي محتاج للفوز لأ أنا ونوجة نظري إن فوز الأهلي النهاردة إن شاء الله هيبقى دفع كبير جدا 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 لفترة اللي جاية لاستعادة القمة وبإذن الله يوسع الفارق بعد ما يكسب المؤجلة يبقى هو الزمالك وبيراميز هم أرب المنفسين لا هيبقى النادي الأهلي باعد شوية إن شاء الله يكسب ماتش النهاردة ويكسب الماتشات المؤجلة هيبعد شوية ويرجع تاني اللخب المفقود بفعل فعل من السنة اللي فاته نرجع تاني لحديثنا عن اهتمام الأسر المصرية بالأهلي والزمالك الأسر المصرية بيكون لها استعداد خاص جدا 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 لمباراة القمة سواء اللي بتروح الأستاذ عشان تحضر المباراة من المدرجات أو حتى المتواجدة في البيت يعني أنت بتتفرج على مباراة مش مباراة مش مجرد مباراة كورة لا أنت بتتفرج على مباراة قمة على نهائي دوري على دوري خاص طول عمرنا كنا متشات الأهلي والزمالك دي حتى لما كان واحد بيلعب في أندية تانية أنا كنت بيلعب في نادي كورون كنت بستنى متشات الأهلي والزمالك دي أنا يمكن يعني كان ليا بعض الظروف الخاصة أنا والدي كان زمالكوي وكان زمالك هو متعصب وكان بيبقى فيه تقوص خاصة هو بيعملها مخصوص ماتشات الأهلي والزمالك دي ولكن الحب اللي بعد الماتش بين الناس وبعضها أتمنى أنه هو يرجع مرة تانية سواء أهلي أو زمالك التعصب مرفوض التعصب مرفوض وعلى فكرة الندي الأهلي طول عمره رفع شعار بعيد عن التعصب لازم لما تيجي تشجع فرقتك شجع فرقتك بس ما تسقش للغير الندي الأهلي داشعاره طول العمر فالدوري المصري بعيد بقى عن موقف الفريقين بيكون فيه تجهزات خاصة سواء من الأسر الأهلوية أنا متكلم على ماتش الأهلي والزمالك أو الأسر الزمالكوية وفيه أسر بتضم لاتنين زي ما قلت لحضراتكم مثلا أنا عندي كان عندي والدي زمالكو ولكن بنشوف ساعات كمان اتنين إخوات في نفس البيت واحد أهلاوي والتاني زمالكاوي يعني حتى الأمور بتكون أخوية ولكن بعيدة عن المتعصبين اللي بيحاولوا بقى يسخنوا الأمور لا الأهلي مش عارف كذا لا الزمالك كذا وعلى فكرة الندي الأهلي ما بيسخنش الأمور اللي بيسخن أمور بين جمهير القرى المصرية مش النادي الأهلي دايما دايماً الأهلي علاقته جيدة جداً 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 بكافة الأندية ومتعاون مع الجميع ولو رجعنا الوراء حنشوف كم مواقف كتير جداً جداً الأهلي مع كافة الأندية نقف هنا بس معلش والتعامل راقي جداً مش مجرد كلام على فكرة وعايز أتكلم في نقطة مهمة جداً جداً يعني ما كنتش عايز أتكلم فيها ولكن حواريكو التعامل الراقي في وقع حصلت انبارح والنهاردة وقعت اللعيب الصغير اللي كان داخل اختبارات النادي الإسماعيلي بفنلة النادي الأهلي واللي حصل معاه وقع النهاردة حصلت اختبارات النادي الأهلي بلعيب ناشئ صغير لبس فنلة نادي الزمالك وإيه اللي حصل معاه فالتعامل الراقي ده أنا بكلمكم على النهاردة في اختبارات النادي الأهلي لعيب صغير لبس فنلة النادي الزمالك والتعامل الرقي كان معه شكله أنا بس عشان عايز أعرف حضراتكم الفرق بين الأهلي وأي فريق تاني مع احترامي لجميع الفرق المصري قمة اليوم هي قمة طبعا مهما كان حل فرقتين بيتبح على العالم العربي والشرق الأوسط وأنا ويمكن بعض الدول الأجنبية أنا جات عليها فترات عادت فترة كبيرة في أمريكا مستنيين ماتش الأهلي والزمالك بفرغ الصبر سواء مصريين أو أجانب حتى اللي بيسمعوا عن النادي الأهلي والنادي الزمالك طبعا إحدى الدربيات المصنفة على مستوى العالم هو الدربي بتاع الأهلي والزمالك ضمن أول عشر دربيات في العالم زي ما أصفيته من قبل صحيفة زصان اللي هي البريطانية عن حديثة عن ترتيب أقوى عشرين مباراة بين منافسين أو غريمين في جميع البلدان حول العالم فالدربي مش قليل ليه مكانته كأول دربي في القرى الإفريقية وأيضا الشرق الأوسط ولو رجعنا شوفنا بقى تاريخ ماتشتات الفريتين هتلاقي هم اللي عموا مع بعض تقريبا مش تقريبا في الدوري مائة تلاتة وعشرين لقاء النهاردة المائة أربعة عشرين التفوق فيها زي ما حضراتكم محافظين الحمد لله نادي الأهلي فاس في سبعة واربعين مباراة نادي الأهلي فاس في سبعة واربعين مباراة التعادل كان في تسعة واربعين مباراة فوز الزمالك كان في سبعة وعشرين مباراة يعني نادي النادي الأهلي متفوق بفرق عشرين مباراة يعني تقريبا ما فيش فرق لعبة النادي الأهلي على مدار التاريخ جابه مية واحد وخمسين جول وهتازد شباكو مية وتمانية جول كان الراحل كابتن أحمد مكاوي رحمة الله عليه صاحب أول هدف للنادي الأهلي في قمة ألف وتسعمية تمانية واربعين يعني في بداية الدورة العامل مصر وأيضا أحرز الراحل ساعد رستم أول هدف للزمالك في نفس القمة دي سنة ألف وتسعمية تمانية واربعين تعالوا نروح بقى الماتش النهاردة من النحية الفنية نتكلم عنه الماتشات دي ما لهاش معايير زي ما قلت لحضراتكم قبل اللقاء لو في فرقة عالية فنيا عن التانية مش معناها أنها هتكسب الماتش لكن أولا بيبقى فيه تحضيرات بجانب التحضيرات الفنية بيبقى فيه تحضيرات نفسية الجهازية النفسية تبقى عندي أهم في بعض الفترات من الجهازية الفنية التوفيق عليها عامل كبير جدا 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 داخل الملعب وأحيانا يرجح كافة أي حد من الفرقتي